موسيقى عدنا لكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى تأتي الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام للتعبير عن الحب والفخر والاعتزاز بدولتنا الغالية وبمكتسباتها الهائلة في شتى المجالات والميادين وبما تمثله من نموذج حضاري فريد متطور في التسامح والتعايش في النهضة والبناء كذلك هو افتخار بالماضي التليد والحاضر الزاهر وبما نتطلع إليه من مستقبل مشرق وواعد يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار السيد محمد سلطان بل هو ايدن حياك الله الله يحييك مرحبا أبو سلطان بداية التحدث عن الثاني من ديسمبر وقع هذا التاريخ عليك شو يعني لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الحمد الشاكرين الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صراحة اليوم الوطني بالنسبة لنا أبناء الإمارات وخصوصا الجيل اللي كنا عايشنا هذا اليوم وولادة هذا اليوم الثاني من ديسمبر هذا اليوم بالنسبة لنا نحن يوم خالد صحيح لن ننسى لأن حفر عندنا في الذاكرة حفر لا يمكن أنه يتغير لأن هذا اليوم هو اليوم الفارق بين الماضي وبين الحاضر اللي نعيش هنا صحيح الماضي أنتو ما شفتوه نحن عايشناه بل لحقنا على لواليسه وشاهدنا ولادة هذا اليوم وشفنا ما بعد هذا اليوم من التغيرات التي حصلت على مسرح هذا الوطن وما وصلنا إليه أنا أتمنى أن من كان عنده صور قديمة بل يحتفظ فيها حتى يبينها ويقارنها بالوقت الحاضر عن الوقت الماضي هذا التاريخ كان الفيصل نعم علشان يكون هناك في مقارنة لأن أولادنا وأحفادنا هذين اللي انولدوا الآن ما يعرفون الماضي صحيح وهذه مهمة جدا إذا كانت صورة وإذا كانت حكاية وإذا كانت قصة وإذا كانت شيء من الواقع الملموس يجب أن نحتفظ به وأن نتعلم منه وأن نعلمها لأبناء لو نتكلم عن الاتحاد واقع واقع تاريخ هذا كيف عكس أنت أسلفت في بداية الحديث نقلت أن التاء الثلاثين دي سمر كان الفيصل بين اللي عشته أول واللهم لك الحمد النعم اللي نحن فيه حين هذا كيف نعكس للناس اللي تشوفنا من برا نحن ما ما نشك بأن هذا الاتحاد اللي ربك أعطانا إياه وسخر لنا جيل من حكامنا اللي حكموا هذه البلد والإمارات هذا الجيل اللي حكم اللي هم حكام الإمارات الله يرحمهم بواسع رحمته وعلى راسهم صاحب السمو الشيخ زايد وعلى من تبقى اللي كانوا معه ولا زالوا على قيد الحياة هذول الرجال هم بعد الله سبحانه وتعالى وإصرارهم وعزيمتهم مشاركة بالمجتمع اللي موجود في هذه الدولة هم اللي ربك وفقهم وخلوا هذا الاتحاد يكون على ما هو عليه الآن من المعروف عندنا نحن في الوطن العربي كل الكيانات الاتحادية تفشل صحيح ولكن هذا الاتحاد سبحان الله أصبح نعمة الله نعنبه علينا أولا ظهرنا من حقبة الفقر والتخلف وقلة المال وقلة التعليم وقلة الخدمات بشكل عام وعلى رأس هذه الخدمات الخدمات الصحية صحيح ما كان عندنا شيء سابقا ما كان عندنا خدمات ما كان عندنا شيء تطلع من هنا من منطقة الوسطى حتى تصل إلى المدن على الساحل الغربية أو على الساحل الشرقي تبالك أيام أما الآن الأمور تغيرت والحمد لله أكيد اللهم لك الحمد طبعا النعمة مديمة والتاريخ هذا إن شاء الله بيتكرر علينا بالخير والنعمة كل الشكر لك السيد محمد سلطان بنهويدن على تواجدك ومشاركتنا فرحة هذا اليوم كل شكر لك جزاكم الله هالف خير نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق ودائما للوسيلة الإعلامية تخدم كل شيء سخرت من أجله عزيزي المشاهدي ما زلنا مستمري معكم لكن بننتقل لزميل نسيف في منطقة الزيد يغطينا الفعاليات اللي عند هناك ولنا عودة مرة أخرى موسيقى